موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير المشاهدين وأهلا بكم إلى نشرة مفصلة لأهم الأنباء والبداية نستهلها بأبرز العنوين رئيس مجلس محافظة البصرة يقول سيتم تحويل المحافظة إلى أقليل موسيقى مقتل مدني وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة في ديالة موسيقى التحالف العربي يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين في أجواء السعودية المجلس العسكري في السودان يحذر من التخريب بالتظاهرات موسيقى وأردوغان يؤكد عدم تراجع بلاده في صفقة تي إيز أربعمائة موسيقى وإلى التفاصيل أهلا بكم اجتمع رئيس قليم كردستان نيتيرفان بارزاني مع وفد رفيع المستوى من مجلس الأمن الدولي في العاصمة بغداد ويضم وفد قليم كردستان رئيس برلمان كردستان فالا فاريد ووزير الداخلية كريم شنغالي ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية فلاح مصطفى بالإضافة إلى المتحدث باسم حكومة تقليم كردستان سفين دزاي جدير بالذكر أن وفد مجلس الأمن الدولي كان قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى بغداد وأجرى اجتماعا مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اجتمع رئيس قليم كردستان نيتيرفان بارزاني مع رئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح في بغداد حيث جرى بحث شامل للأوضاع والمستجدات السياسية والأمنية في البلاد كما بحث الجانبان أخر التطورات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي وأكد على ضرورة الابتعاد عن الصراعات والأزمات في المنطقة وأعرب نيتيرفان بارزاني عن رغبته الجادة لبدء حوارات بناءة وتحقيق تفاهمات مشتركة مع الحكومة الاتحادية بشأن المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك بدوره أكد صالح على أهمية التنسيق والتشاور بين جميع الأطراف وضرورة الاستناد إلى الدستور والمصلحة الوطنية بشأن المسائل العالقة والوصول إلى رؤى مشتركة مشاهدين والآن لمعرفة المزيد حول نشاطات إقليم كردستان وبقي محافظات الإقليم تنضم معنا مرسلتنا سليل عصام سليل صباح الخير عليك تفضلي مرحبا أهلا دلشين نعم من أربيل اليوم قام جلسة البرلمان الاعتيادية رقم 9 للدورة الانتخابية الخامسة لإقليم كردستان من المقرر أن يقوم البرلمان اليوم بالتصويت على أسماء المرشحين في حال تم تقديمها من قبل مسرور برزاني رئيس الوزراء المكلف في إقليم كردستان أيضا تقام اليوم عدة نشاطات إضافة إلى نشاط جلسة اليوم حيث يقام اليوم نشاط مهم اقتصادي تقام أول قمة تجارية اقتصادية بين إقليم كردستان وتركيا طبعا هذا المؤتمر يهتم بتطوير الاقتصاد والارتقاء بالاقتصاد في إقليم كردستان يقوم به الفرع أربيل لاتحاد المستوردين والمصدرين العراقيين في إقليم كردستان هذا المؤتمر بحضور عدد كبير من التجار وكذلك من المسؤولين إضافة إلى المتحدث باسم حكومة تقليم كردستان سفين تزيي وأيضا محافظة أربيل نوزاد هادي أيضا عدة نشاطات أخرى تقام اليوم في مدينة أربيل حيث تقام أيضا مؤتمر صحفي وأيضا تقام بعد قليل مؤتمر صحفي في برلمان أقليم كردستان حول من المقرر حيث يتم التصويت اليوم على أسماء المرشحين طبعا دلشين كما ترين الآن فإن لا يسال بانتظار مؤتمر صحفي يقام بعد قليل حيث ستبدأ جلسة البرلمان في الساعة الحادية عشر وبعدها سيكون هناك عدة مؤتمرات صحفية للإطلاء بأهم ما ستتضمنه هذه الجلسة نعم دلشين نعم مراسلتنا سالي العصام كنت معنا مباشرة من أربيل شكرا لك مشاهدين والآن ننتقل بكم إلى بغداد وتنضم معنا مراسلتنا ندا المرسومين ندا صباح الخير عليك ما هي أبرز النشاطات في بغداد ومحافظات العراق اليوم نعم صباح الخير يعني أهم أخبار العاصمة بغداد وأيضا المحافظات العراقية الأخرى نبدأها من العاصمة حيث وجهت هيئة القمارق المسافرين عبر مطار بغداد والنجف والبصرة إلى عدم إدخال المواد التي تحمل الصفة التجارية كذلك هناك إجراءات أمنية مشددة على السفارات في العاصمة بغداد وأمانة العاصمة تعلن المباشرة بالمرحلة الثانية لصيانة نفق الزيتون أما لو انتقلنا إلى محافظة البصرة حيث قال رئيس مجلس البصرة سيتم تحويل البصرة إلى أقليم ولا ننتظر العطف من أي أحد كذلك محافظة البصرة يقول بأن التنسيقيات ترفض تحول التظاهرات أمام منازل المسؤولين أما محافظة ديالة فهناك تحقيق سيفتح بحادثة اختطاف غامض لمزارعين في ناحية قرى تب يعني هذه كانت أبرز أخبار العاصمة بغداد وأيضا المحافظات نعم ندى المرسومي كنت معنا مباشرة من بغداد شكرا لك أكد رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني تحويل طلب إنشاء الأقليم من رئاسة مجلس الوزراء إلى الأمانة العامة للمجلس وقال البزوني في بيان له أن الحكومة الاتحادية والمحافظات الوسطى وكل من لديه نفس مركزي لا تريد إقامة تقليم البصرة مبينا أن الأمور القانونية بطلب من التحويل تجري فق السياق وأوضح أن هناك متابعة للخطوات الخاصة بتحويل المحافظة إلى أقليم والبصرة ستحصل على مبتغها بهذا الشأن في هذه الفترة أو المقبلة وتبع أنهم لا ينتظرون العطفة من أحد سيما بعد أن قام مكتب رئيس الوزراء بإرسال طلب المجلس إلى أمانة مجلس الوزراء لغرض النظر به أفد مصدر محلي في ديالة بمقتل مدني وإصابة آخر منفجار عبوة ناسفة في منطقة الشيخ بابا شمالي شرق المحافظة وقال المصدر إن مدنيا قتل وأصيب آخر منفجار عبوة ناسفة في منطقة الشيخ بابا وأضف أنه تم نقل الجثة للطب العدلي والمصاب إلى مركز طبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتشهد مناطق كثيرة من محافظة ديالة خرقات أمنية كبيرة بين الحين والآخر تستهدف المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية كما ويلاحظ ازدياد حركات داعش الإرهابي في المنطقة ذكر المتحدث باسم كتاب حزب الله جعفر الحسيني أن اقتحام السفارة حق طبيعي للمتظاهرين للتعبير عن غضبهم من استضافة البحرين مؤتمرا تدعمه الولايات المتحدة لتعزيز السلام بين العربي والإسرائيليين الحسيني قال إن أنصارهم كانوا شكلون غالبية المتظاهرين خارج سفارة البحرين في بغداد أثناء تعرضها للهجوم وكان العشرات قد اقتحموا مساء الخميس سفارة البحرين في بغداد ورفعوا العالمين العراقي والفلسطيني بعد إنزال العالم البحريني بحجة التعبير عن احتجاجاتهم على ورشة المنامة التي حضرها إسرائيليون لمناقشة الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط أما على المستوى الشعبي فقد عبر مواطنون في العاصمة بغداد عن رفضهم لما حصل في السفارة البحرينية الخميس الماضي مشددين على ضرورة الالتزام بالسلوك الحضاري في الرفض فيما دعا متابعون الحكومة إلى تأمين البعثات الدبلوماسية التولية أحمد فيلي معه المزيد ما حصل في السفارة البحرينية في بغداد قبل أيام ما زال يثير الجدل في الأوساط الشعبية العراقية فالأراء متبينة بشأن مؤتمر المنامة وما يهدف إليه لكن الإجماع على استنكار اقتحام مبنى السفارة كان العمل المشترك لدى العراقيين خصوصا أن ما حصل أحرج الحكومة العراقية وجود المتظاهرين في السفارة البحرينية بهذه العنجهية هذه ليست من آداب العراقيين ولا من آداب المتظاهرين المتظاهر هو سلمي المتظاهر لا يأخذ معه غير العلم والكلمة الصدق وكلمة الحق هذه هي إهانة إلى الدولة العراقية يعني أكبر إهانة للدولة العراقية أن يرفع علم سفارة تحت حماية هذه الدولة الاحتداء على السفارة البحرانية في العراق هو بمثابة احتداء على الدولة العراقية فيما وصف المتابعون ما حصل بأنه انتهاك للعراف الدبلوماسية مؤكدين على ضرورة تأمين البعثات الدبلوماسية الدولية وحمايتها من أي اعتداء قد يؤثر سلبا على سمعة العراق في المحافل الدولية أو التمثيل الخارجي يجب أن نعيد الحسابات وترتيب الأمن في هذا الخيار لأن الخيارات الدبلوماسية مهمة في عودة العراق إلى حضه الدولي ويكون له دور قوي ومحور قوي في المنطقة واليوم كل الوفود العراقية العربية والدولية هي اليوم تشكل منعطف في حضورها إلى العراق وأيضا للعراق دور محوري في منطقة الشرق الأوسط لذلك أجدد أن الاعتداء على السفارة هو أمر مرفوض من جميع الشعب العراقي والحكومة العراقية ويجب معالجة هذا الملف بأسرع وقد ممكن حتى نعطي انطباع لمجلس الأمن ولكل دول العالم بأن العراق فعلا عائد إلى مكانته الطبيعية كمحور في حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز العلاقات الخارجية في المنطقة وعلى خلفية ما حدث مساء الخميس الماضي فأن الحكومة البحرينية قد استدعت القائمة بعمال السفير العراقي في المملكة وسلمته مذكرة احتجاج في وقت لم تجد الحكومة العراقية المحرجة أي توضيح سوى التعبير عن أسفها لما حصل على أمل الحفاظ على العلاقات التنائية بين البلدين من بغداد أحمد فيلي زاكروس تيفي أعلن زعيم تيار الحكم الوطني عمار الحكيم عن تعرضه لضغوطة وتهديدات حكومية منذ تبنيه خيار المعارضة السياسية وقال الحكيم في كلمة له خلال احتفالية أقمها مكتبه في بغداد بمناسبة الذكرى التاسع والتسعين على ثورة العشرين أنه منذ إعلانه المعارضة السياسية بدأت تتولى الشك والحكومية ضده وضد قناته الفضائية وضد أي تحرك أو تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي وأردف حكيم أنهم لن يرضخوا في تياره ولن يسمحوا بهذه التهديدات مؤكدا أنه لا ديمقراطية بلا معارضة ودعا زعيم تيار الحكم الوطني الرئاسة الثلاثة لتوفير الغطاءات القانونية لحماية المعارضة السياسية والاجتماعية وأكد تيار الحكم أن العديد من المرشحين المناصب والدرجات الخاصة على أبواب التقاعد ومن الخطأ توليهم المناصب داعيا إلى اختيار القيادات الشبابية وقال النائب عن الحكمة جاسم البخاتي أن أغلب الأسماء التي رشحها عبد المهدي للمناصب بالوكالة والدرجات الخاصة هم من كبار السن وعلى أبواب التقاعد وأضاف أن ترشيح مسؤولين على أبواب التقاعد تكريس للنمطية وتكرار إدارات لم تقدم شيء داعيا إلى ترشيح أسماء شبابية لتستطيع تقديم تطور في تلك الدوائر وأوضح البخاتي أن أغلب المنشحين للمناصب بالوكالة هم متحزبين ولا يمكن تقديمهم على أنهم مستقلين شدد رئيس الوزراء عدل عبد المهدي على حاجة العراق لدعم دولي أكبر بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي وذلك لمعالجة تداعيات التحديات الهائلة التي واجهها البلد في السنوات الماضية وأشار عبد المهدي أثناء استقباله أعضاء مجلس الأمن الدولي في أول زيارة له من نوعها إلى أن تضحيات العراقيين وانتصارهم على داعش الإرهابي تستحق دعما أكبر لجهود الإعمار بدورهم أشهد أعضاء مجلس الأمن بسياسة الحكومة العراقية وعلاقاتها مع محيطها العربي والإقليمي والدولي وفقا لبيان صدر عن رئاسة الوزراء كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية زيدان العطواني عن تفشي ظاهرة العثور على الأطفال حديثي الولادة مبينة أن أبرز الأسباب التي أدت لها هي الفقر وغياب الوعي دينيا وأخلاقيا بالإضافة إلى ظواهر أخرى كالزواج المبكر غير المتكافئ والعنف الأسري والزواج خارج المحكمة وأعمال العنف والحروب والتي تلقى بظلالها السيئة على ذلك وتابع العطواني في بياننا أن المفوضية وثقت العثور على خمس حالة خلال النصف الأول من 2019 في نينوى لوحدها مشددا على أهمية وضع الحلول واعتماد الأساليب التخطيطية للحد من تلك الظاهرة التي تهدد حياة الطفولة وتسلب حقوقهم المقرة وفق المواثيق والتشريعات الوطنية والدولية أعلن في إقليم كردستان رسميا عن تشكيل المنبر العراقي بزعمة ييد علاوي واتخاذ أربيل مقرا لها وذلك بحضور مسؤولين سابقين وشخصيات أكاديمية واجتماعية بارزة وقد جرى انتخاب النائب السابق على مكي ليكون مسؤولا للمجلس المركزي للمنبر في الإقليم بالإضافة إلى 16 عضوا آخرين كأعضاء للمجلس مع مراعاة التمثيل النسوي وقال مكي في كلمة ألقها خلال احتفالية التأسيس أن المنبر العراقي كيان وطني طوعي ومستقل وسيتبنى مسارة الاعتدال وأعلاء سيادة القانون واستقلالية القضاء وبينا أن تأسيس المنبر في إقليم كردستان سيشكل إضافة ودعما كبيرا لأجل تحقيق تلك الأهداف طلب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيب إبراهيم الجبوري رئيس الوزراء بإجراء تعديل وزاري يتضمن إقالة وزير الكهرباء لإخفاقه في إدارة ملف الكهرباء وقال في بيان صحفي أن المحافظات الغربية ومحافظات الوسط من ضمنها صلاح الدين بدون كهرباء منذ ثلاثة أيام ودرجة الحرارة تعدت خمسين درجة مئوية وأضف الجبوري أن بقاء محافظات الوسط والغربية ثلاثة أيام في ظلال دامس يدل على أن الوزير لؤي الخطيب فشل فشلا ذريعا في إدارة أهم ملف خدمي ولم يلتزم بتنفيذ ووعوده ووعوده بزيادة ساعات التزويد بالكهرباء أعلن التحالف العربي اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الجماعة الحوثية باتجاه منطقة سكرية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسيرة كما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران من صنعها باتجاه جزان وأضح المالكي أن الجماعة الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية باستهداف المدنيين والمشاءات المدنية مؤكدا استمرار تنفيذ الإجراءات الرادية ضد هذه الممارسات وتحييذ القدرات الحوثية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية حذر نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو من أنه لن يتسامح مع محاولات التخريب التي قد تتخلل تظاهرة حاشدة لحركة الاحتجاج المقررة اليوم الأحد وجاء تحذير دقلو عشية تظاهرة مليونية دعا إليها تحالف الحرية والتغيير المنظم للاحتجاجات في السودان ضد الجيش الذي استولى على السلطة بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من نيسان الماضي وقال دقلو في كلمة لمنظمي تظاهرات الأحد بأن هناك مخربين لهم أجندة متسوسة تعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في سودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالتوصل مع قوى المعارضة سريعا إلى اتفاق لنقل السلطة إلى الشعب وقال البرهان في خطاب أمام حجد من أهالي مدينة أمدرمان أن السلطة يجب أن تعود إلى الشعب عبر حكومة منتخبة ليقرر مستقبله بيده مؤكدا أنه لا مزيد من الإقصاء في سودان وكان المجلس العسكري قد حذر في بيان مما وصفها بالفتن عشية مسيرة مليونية دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير وقال المجلس في بيان له أنه بذل كل ما في وسعه لحفظ الأمن والاستقرار والإبقاء على اللحمة الوطنية متلاحمة متماسكة أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أنها قامت بمراجعة رصدت خلالها أخطاء وقعت فيها في مرحلة ثورة الخامس والعشر من يناير الفين وإحدى عشر وماتلها وكذلك في مرحلة توليها حكم البلاد وعشدت الجماعة والمصنفة إرهابيا من قبل السلطات المصرية في بيان على أن تلك الأخطاء والخلافات تسببت في تمكين الثورة المضادة من زمام الأمور مشيرة إلى أنها باتت تؤمن بأن العمل السياسي على القضايا والحقوق التي تهم المصريين هي مساحة أرحب للجماعة من العمل الحزبي الضيق والمنافسة على السلطة يأتي هذا عشية أحياء ذكرى مظاهرات الثلاثين من يونيو حزيران عام الفين وثلاثة عشر والتي أطاحت بالرئيس الراحل محمد مرسي من الحكم قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا يوجد تراجع في صفقة شراء أنظمة أس أربعمائة الدفاعية من روسيا مضيفا أنه من المهم الانتهاء من أول مفاعل بمحطة أكويو النووية بحلول الفين وثلاثة وعشرين وأدل أردوغان بهذه التصريحات قبل اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية وحذرت الولايات المتحدة من أنها ستفرض عقوبات على تركيا إذا مضت قدما في صفقة اس أربعمائة ولكن تركيا رفضت هذه التحذيرات وقالت أنها لن تتراجع اختتمت قمة العشرين في أوساكا السبت بهدنة بين واشنطن وبجين مع تعهد زعماء العالم على تمكين المرأة ومعالجة مشكلة النفايات البلاستيكية ومكافحة تغيير الميناخ وغيرها من القضايا الملحة نتابع بدأت الجمعة عمال قمة مجموعة العشرين والتي تستمر ليومين في المدينة الساحلية أوساكا بدعوة من اليابان إلى الانسجام وصلت خلافات عميقة بين قادة العالم واستمرار التوترات حول الأولم والمناخ وشكل التحرك السياسي والتوترات الجيوسياسية والاتفاق النووي الإيراني والحرب التجارية بين واشنطن وبكين ودعا رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي خلال كلمته الافتتاحية إلى الانسجام وإيجاد قواسم مشتركة بدلا من التركيز على المواجهات وستبحث القمة ملفا شائكا وهو المناخ الذي ترفض الولايات المتحدة أي حديث عن الاتفاق المناخي الموقع في باريس كما يرفض قادة آخرون أي انتقاد غربي لسياستهم البيئية وأكد مراقبون أن ملف المناخ هو الأكثر صعوبة في القمة وصلطت وكالة الأنباء الأضواء على الرئيس المرك دونالد ترامب ورصدت تحركاته وكيفية تعاطيه مع قادة العالم الذين ينتقدهم باستمرار بيدان الأجواء بدت ودية حيث أشاد ترامب الصناع اليابانية بعد أن كان قد انتخذ علنا اعتماد اليابان عسكريا على الولايات المتحدة الأمريكية وأعرب عن رغبته بالتوصل إلى تفاهم مع الهند التي ينتقد سياستها التجارية واعتبر أنه لا داعي للعجلة فيما يتعلق بمسألة حل التوترة مع إيران وأجرى حوارا وديا مع الرئيس روزي بلاديمير بوتين وهدده مازحا أن لا يتدخل في الانتخابة الأمريكية كما تبادل أطراف الحديث مع ولي العهد الصعودي الأمير محمد بن سلمان الذي نشرت بشأنه خبيرة في الأمم المتحدة تقريرا يشير إلى تورطه في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقشي ومن بين اللقاءات الثنائية على هامش القمة من المقرر أن يلتقي ترامب نظيره الصيني شيجين بينك السبب في اجتماع يعتبر قمة داخل قمة لبحث المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في سباق الهيمن الاقتصادية والتكنولوجية في العالم ويأمل محللون أن تتوصل واشنطن وبكين في أوساكا إلى هدنة لأكبر نزاع تجاري وتكنولوجي بين العملاقين الاقتصاديين تستأنف حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادور وفريق زعيم المعارضة خوان جوايدو المفاوضات في محاولة للتوصل لحل للأزمة التي تشهدها البلاد وذلك حسب ما أفأد مصدر مطلع من الحكومة الفنزويلية وقال المصدر لرويترز أن كلا الجانبين لم يقرر بعد ما إذا كان ستجري المحادثات في أوسلو حيث عقدت المحادثات السابقة في بارابادوس مؤكدا أن المحادثات تبدأ هذا الأسبوع وشجعت الحكومة النرويجية الطرفين على الاجتماع في أوسلو بمايو ولكنهم لم يتمكن من التوصل لأي اتفاق لحل الأزمة السياسية والاقتصادية التي أجبرت أكثر من أربعة ملايين فنزويلي على الهروب للخارج الطبيعة الساحرة لمنطقة بينجوين تستضيف عدسات المشاركين في المخيم الكشفي الثاني للمصورين الفوتوغرافيين نتابع في رحاب الطبيعة الساحرة لمنطقة بينجوين أقامت منظمة كردستان فوتو بالتعاون مع مركز الرياضة والشباب في بينجوين المخيم الكشفي الفوتوغرافي الثاني لكوكبة من المصورين المحترفين في جميع مناطق ومدن إقليم كردستان هذا المخيم هو الثاني الذي يتم إقامته في أقليم كردستان المخيم الأول انطلق في مدينة تقطق والمخيم الثاني هنا ننتقي مع الطبيعة الساحرة وجبل ملكو في مدينة بينجوين المدينة المحبوبة لدينا هدف المخيم هو المزج بين الكشفية كحركة رياضية وحركة ينمو قدرات الشباب وبين التصوير الفوتوغرافي كأحدى الفنون الراقية الذي يهتم العالم به بتوثيق لحظة لا يمكن تكراره وعند مساء اليوم الأول وفي أجواء يغمرها روح الصداقة انطلق المصورون لإلتقاط مواضع الجمال المعروفة منها والكامنة في طيات الطبيعة الفتانة بعدسات كاميراتهم كنا نعرف بعضنا من خلال الشبكات التواصل الاجتماعي فقط من دواعي سرورنا جمعنا هذا المخيم من زاخو ودهوكا إلى كاركوكا وحلبش وقرميان نتبادل الخبرات والتجارب عن قرب فللفن الفوتوغرافي فضاء واسع لا يقف عند حد التعلم وتبادل الخبرات ضروري جدا ونظم المخيم الكشفي الفوتوغرافي برعاية الجمعية العراقية للكشافة ويستمر لثلاثة أيام ومعترف به من قبل الاتحاد العالمي للكشافة العربية ويتم منح الشهادات المصدقة للمشاركين في المخيم بذل مئات من رجال الإطفاء جهودا مضنية لاحتواء حرائق غابات في جنوب فرنسا وسط موجة شديدة الحرارة تشتاح أجزاء من أوروبا وصلت فيها درجات الحرارة إلى معدلات قياسية وأودت بحياته ثلاثة أشخاص على الأقل في إيطاليا وقالت خدمة الطوارئ أن عشرات الحرائق في منطقة جار الفرنسية قضت على 2520 مليون دونب من المزرعات هذا وقالت منظمة الأرصاد الجوية العالمية إن هذا العام مرشح لأن يكون من بين أكثر الأعوام سخونة في أوروبا وأضافت أن موجة الحرارة متوافقة مع الارتفاعات في حرارة الجو المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري في العالم وفي الختام مشاهدنا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عنوين رئيس مجلس محافظة البصرة يقول سيتم تحويل المحافظة إلى أقليل مقتلوا مدني وإصابة آخر من فجار عبوة ناسفة في ديالا التحالف العربي يعلن إسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين في أجواء السعودية المجلس العسكري في سودان يحذر من التخريب في التظاهرات وأردوغان يؤكد عدم تراجع بلاده في صفقة أس أربعمائة مشاهدين وصلنا معكم إلى ختام النشرة شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة